أعزائي الطلاب والطالبات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أرحب بكم في خدمة دروس المرحلة الدراسية ثالث ابتدائي الفصل الدراسي الثاني المادة لغة الجميلة موضوع الدرس تدريبات على درس فوائد البحار إعداد وتقديم الأستاذ سلطان الشمري يسعى هذا الدرس أيها الأحبة إلى تحقيق الأهداف التالية أولا تسمية عدد من البحار والمحيطات ثانيا صياغة جمل تعبر عن البحار والمحيطات ثالثا التعرف على ثروات البحر فهيا معا لتحقيق هذه الأهداف عزيزي الطالب أصل الكلمة بمعناها الفلكة الخيارات الخيار الأول جارية تشق الماء الخيار الثاني السفن الخيار الثالث مدهشة ما الإجابة؟ نفكر قليلا السفن أحسنتم مواخرة مواخرة ما الإجابة؟ نفكر قليلا جارية تشق الماء أحسنتم مبهرة ما الإجابة؟ نفكر قليلا مدهشة أحسنتم إجابة موفقة عزيزي الطالب أجيب أولا أذكر فوائد البحر التي وردت في الآية الكريمة ما الإجابة؟ نفكر قليلا أولا أولا الأكل من البحر ثانيا استخراج اللؤلؤ والمرجان ثالثا السفن تشق الماء أحسنتم إجابة موفقة ثانيا ماذا يجب علينا تجاه النعم التي سخرها لنا الله عز وجل في البحر ما الإجابة؟ نفكر قليلا يا أحبة حفظ النعم أحسنتم إجابة موفقة عزيزي الطالب أضع علامة صح أو خطأ أمام الجمل الآتية أولا الثروة السمكية من أعظم ما في البحر عزيزي الطالب هل هذه الجملة صحيحة أو خاطئة؟ ما الإجابة؟ نفكر قليلا صحيحة أحسنتم عزيزي الطالب ثانيا تحلى مياه البحر لتكون صالحة للشرب عزيزي الطالب هل هذه الجملة صحيحة أو خاطئة؟ ما الإجابة؟ نفكر قليلا صحيحة أحسنتم عزيزي الطالب أستخدم أكمل الفراغ المملكة العربية السعودية أكبر فراغ ما الإجابة؟ نفكر قليلا المملكة العربية السعودية أكبر دولة منتجة لمياه البحر المحلاء أحسنتم إجابة موفقة عزيزي الطالب أستخدم الكلمات التالية في جمل من إنشائي المحيطات 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 ما الإجابة؟ نفكر قليلا المحيطات مسطحات مائية كبيرة أحسنتم الثروات الثروات ما الإجابة؟ علينا الاستفادة من الثروات التي أنعم الله بها علينا أحسنتم عزيزي الطالب أستخرج من النص اسمين مختومين بتاء مربوطة ما الإجابة؟ نفكر قليلا يا أحبة المتنوعة انتهى بتاء مربوطة أحسنتم ما الإجابة الأخرى؟ العظيمة العظيمة انتهى بتاء مربوطة عزيزي الطالب أستخرج من النص اسمين مختومين بتاء مفتوحة؟ ما الإجابة؟ ما الإجابة؟ نفكر قليلا الثروات الحرف الأخير تاء مفتوحة أحسنتم ما الإجابة الأخرى؟ نفكر نفكر الكائنات الحرف الأخير تاء مفتوحة أحسنتم عزيزي الطالب أستخرج من النص اسمين مختومين بها؟ ما الإجابة؟ نفكر قليلا لفظ الجلالة الله لفظ الجلالة الله أحسنتم ما الإجابة الأخرى؟ مياه أحسنتم لفظ الجلالة الله ختم بها مياه الحرف الأخير حرف الها أحسنتم عزيزي الطالب أستخرج من النص خمسة كلمات تحوي الشمسية عزيزي الطالب ما المقصود بـ الشمسية؟ ما الإجابة؟ نفكر قليلا الشمسية تكتب ولا تنطق أحسنتم ما الإجابة؟ نفكر قليلا الثروات الثروات أحسنتم ما الإجابة الأخرى؟ الثروة الثروة ما الإجابة الأخرى؟ السمكية السمكية ما الإجابة الأخرى؟ السفن السفن ما الإجابة الأخرى؟ الزينة الزينة أحسنتم أحسنتم عزيزي الطالب أستخرج من النص خمسة كلمات تحوي أل القمرية عزيزي الطالب ما المقصود بأل القمرية؟ ما الإجابة؟ نفكر قليلا أل القمرية هي التي تكتب وتنطق أحسنتم ما الإجابة؟ نفكر قليلا البحر البحر ما الإجابة الأخرى؟ المتنوعة المتنوعة ما الإجابة الأخرى؟ العظيمة العظيمة ما الإجابة الأخرى؟ الفرد الفرد ما الإجابة الأخرى؟ اليسيرة اليسيرة عزيزي الطالب نستنتج بما سبق بأن L الشمسية تكتب ولا تنطق و L القمرية تكتب وتنطق أحسنتم عزيزي الطالب أذكر مفرد الكلمة التالية الثروات الثروات عزيزي الطالب ما مفرد الثروات ما الإجابة نفكر قليلا ثروة أحسنتم إجابة موفقة عزيزي الطالب تعلمنا اليوم أولا تسمية عدد من البحار والمحيطات ثانيا صياغة جمل تعبر عن البحار والمحيطات ثالثا التعرف على ثروات البحر هذا هو درسنا اليوم وإلى لقاء قادم بإذن الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر